اهلا بكم مشاهديا الكرام من جديد لاني احب جدا اهتم بنظافتها هذا عنوان المبادرة اللي اطلقتها امانة جدا بهدف رفع مستوى الوعي البيئي طبعا هذه المبادرة تهدف الى نظافة المرافق العامة والى اخره ضمت حتى الان هذه المبادرة حوالي 50 متطوع ضمن برنامج اصدقاء جدا وكلهم يتعهدوا بالحفاظ على نظافة المرافق العامة لا شك انه هذه المبادرة يعني تعتبر مبادرة رائعة لكن اكيد تحتوي على الكثير من التفاصيل سنعرف من خلال ضيوفنا الكرام بالاستوديو احنا معنا الاستاذة اروى مغربي مدير التطبيقات بامانة جدا والاستاذ احمد المالكي منصق مبادرة اصدقاء جدا اهلا وسهلا بكم اسعد مساعكم اهلا وسهلا بكم شكرا انتواجدكم بسيدتي ويعطيكم الف عافية على هذه المبادرة واحنا نلاحظي مؤخرا في حراك بيئي وفي نشاطات بيئية مختلفة الحفاظ على بيئتنا سواء البريء او حتى البحرية يعني اكيد ستوجه سؤال اول طبعا للاستاذة اروى فبداية سؤالي اعطيني فكرة عن هذه المبادرة هل هو هدفها بيئي بحث ام هناك اهداف اخرى هي المبادرة بدأت مبادرة لاني احب جدا بدأناها احنا على هاشتاق صورة هاشتاق لاني احب جدا هاشتاق احتم بنظافتها واول مكان نفذناه فيه كان الكورناش فبدأنا بالممارسات الخاطئة على الكورناش طبعا هي عبارة عن سلسلة من المبادرات وراء بعضها كلها بهاشتاق بهاشتاق لاني احب جدا فمرة ستكون اهتم بنظافتها مرة ستكون اهتم بحدائقها بمرافقها العامة ستكون عبارة عن سلسلة لبرنامج هي اكثر من مسمى يعني اهتم بنظافتها اهتم بمرافقها هي اللي اكثر من مبادرة ستكون اكثر من مبادرة اكثر من مبادرة يعني اول مبادرة اللي احنا اطلقناها اللي هي الاهتمام بنظافة المجتمع بنظافة المدينة مدينة جدة واطلقناها على الكورناش للممارسات الخاطئة اللي بتحصل في الكورناش طبعا بتتعاون مع ادارة النظافة يعني هي رمي المخلفات وتقطيع الزرق اكثر من كده شوية يعني من المخالفات اللي بتحصل على الكورنيش أنه الناس بتيجي بتحط فرشتها وأشياءها وبتسيبها زي ما هي وتقوم فلما بيجي عمال النظافة بياخد منهم وقت وصعوبة أكتر في التنظيف نضاكرمت مخالفات اللبان وخالفات الفسفلس اللي بيتركوها على الكورنيش حتى تكسير الكراسي أو الرسم عليه حتى تكسير كلها ومع المبادرة هذه اللي أطلقناها معها أطلقنا لوحات على الكورنيش للتوعية برضو لوحات أمانة جدا نزلتها للاهتمام بين النظافة بخصوص هذه السلوكيات فإحنا عملناها عبارة عن جدارية كبيرة عرضها أربع متر حطينا عليها زي التعهد والهاشتاك تبع المبادرة وحطينا تمانية نقاط لمرتدي كورنيش يوقعوا على التعهد عليها بصورة جميلة يعني شبابية يتصوروا مع الجدارية ويوقعوا تفتقي هذا الأسلوب من الطريقة التوعوية ممكن يجيب نتيجة لأن هناك طرق مختلفة بالتوعية لكن الباقي على تأثير هذه الطريقة على الناس طبعا هذه الطريقة كيف بدأنا كانت كل مبادراتنا في أمانة جدا بدأنا مبادراتنا على السوشل ميديا إذا تلاحظي أنا مدير استطبيقات الألكترونية بأمانة جدا فإحنا مسؤولين عن السوشل ميديا في أمانة جدا إحنا مبادراتنا كانت كخطوة بدأنا أمانة جدا تعتبر من أوائل الجهات الحكومية اللي كانت انتراكشن على السوشال ميديا مع الناس فكنا بنشوف أراء الناس وإيش هم يبغوا فكان لازم كخطوة نوصلنا نعمل كامبينز إلكترونية فالكامبينز الإلكترونية هذه كتوعية لازم تفعليها على أرض الواقع كمان عشان تكسب الجمهور ومحبة وأنه تفاعل الناس اللي موجودين من جدة من زوار وساكني ومحبي فالكامبين تفعل الإلكتروني معلي على أرض الواقع ولقيت الحمد لله نجاح كبير طب أستاذ أحمد نحن انتبهنا أنه في خمسين متطوع والمتطوعين ضمن برنامج أصدقاء جدة ولفت نظر لإسم أصدقاء جدة أو برنامج أصدقاء جدة حكينا عن هذا البرنامج طبعا أصدقاء جدة هم مجموعة من أفراد المجتمع يشكلون فرق تطوعية لتحقيق أهداف أمانة محافظة جدة للتنمية وتطوير محافظة جدة هذا أصدقاء جدة بشكل عام طيب يعني هم عبارة عن مجموعة من الشباب ايه مجموعة من الشباب يشاركون في فرق تطوعية فرق تطوعية مبادرات من أمانة جدة تمام تمام طيب أستاذ أروى انتبهتي لحاجة أنه زي ما تفضلت وذكرت أنه فيه سلوكيات إهمال مخلفات تكسير رسومات احنا ما نتكلم عن الرسم الكرافيتي الرائع اللي موجود هذا بالعكس هذا صورة جمالية لكن وتعكس فن لكن احنا بنتكلم على التخريب الأعمال التخريبية بساطة الأرض أكياس مخلفات تشوه تتشوه يعني أنا بشوه شيء لي بالنهاية المنطقة دي كلها حقتنا إحنا يعني إحنا منها وفيها ما درسته أسباب إهمال الناس وأسباب يعني هذه الأعمال اللي بيقوموا فيها البعض الله إحنا يعني اللي أخذنا أفكار من المجتمع عن طريق تويتر كنا منزلين هاشتاق قبل فترة مسمينه كورنيش جدالية وليك فكانت معظم الممارسات واللي موجودة في التعهد عندنا كمان حطيناها من الأشياء اللي الناس كانت بتقترحها عندنا على السوشال ميديا يعني زي رمي مخلفات الليبان اللي على الكورنيش بتكون بقايا الفصفص الفحم فهذا كله إحنا أخذناه من الناس وحطيناه لماذا عندنا ثقافة يعني أنه فيه اختراع اسمها سلة وبنرمي في داخلها ما أنا حس أنه الثقافة هذه لازم تكون من داخل الأسرة نفسها تتنمى من داخل الأسرة كأم وآب نعلم أطفالا أنه زي ما في البيت زي من بره وإذا إحنا بدأناها بالأطفال وكملنا هنقدر بعد كده إن شاء الله كل واحد يكون مواطن يحقق مفهوم المواطنة الحقيقية في المجتمع والمكان اللي هو عيش فيه تمام تمام كيف كان أستاذ أحمد تفاعل الناس معكم؟ طبعا اشاركوا معنا في التوقيع اللي كان في القرنيش وجمعنا عشر آلاف توقيع جمعتوا عشر آلاف توقيع سي كان أربع أيام في القرنيش الأوسط ويوميين طبعا كان في القرنيش الجنوبي طب العشر آلاف توقيع هل لمتوها أو جمعتوها بسهولة أم كان هناك ناس مخدم موضعك كثيرا؟ نا شاركوا معنا وتصوير وكان حتى لهم مشاركات في التويتر وشاركوا معنا وفي تصوير كان في الحائض بكل أمانة كانوا مشاركين كانوا متجاوبين ومتفعلي وكانوا بيطمحوا للتغيير ولا لا طبعا حنا ثالث يوم شاركنا في الكورنيش الوسط جبنا الحويات التدوير فشاركوا معنا حتى الأطفال اللي كانوا في الأسرة متجمعا اللي جلسين على الكورنيش شاركوا معنا كيف كانوا يشاركوا طبعا يجمع الحويات اللي عندها لهم اللي شسمه الكون اللي كانت عندها لهم ويجمعونها طبعاً يوزعونها ما بين بلاستيك وورق إلى معدن عشان عارفين أن هذه حين عملها ريسايتلينج أو إعادة تدوير صحيح مظيم الله حلو ما شاء الله طبعاً الناس كانت مرة متفاعل وكنا بنزل صورهم إحنا عندنا على السوشال ميديا اللي حابب يتصور كنا عملينا الهاشتاك على هيئة الجراف ويمسكوا الهاشتاك كان الناس ويتصوروا مع الهاشتاك وبنزل كنا صورهم على طول في نفس الوقت على السوشال ميديا طبعاً لحظنا التفاعل الكبير جداً اللي كان على هاشتاك المبادرة وعلى الهاشتاكات كلها اللي منزلينها طبعاً مبادرة لأنني أحب جداً بنظافتها وكرنيش جدريه وليه فكان فيه تفاعل جداً كبير من هنا شفنا كمان غير اللي كانوا موجودين أصلاً على أنا حبيت المسمى على فكرة لأني أحب جداً لأن الناس كلها تحب جداً في النهاية فعشان كلنا إحنا نحب جداً فنبغى جداً تكون أحسن حاجة إن شاء الله من أحسن أنا ذلك إحنا بالعكس إحنا بنستمتع كل مكانة جميلة إحنا بنستمتع فيها أكثر طب حكين شوي عن الدعم اللي أخذتم من الأمانة والله إحنا ما بدأنا المبادرات هذه غير يعني غير دعم من معالي الأمين ودعم من رئيسة القطاع وتبعنا دكتورة أروى الأعمى فكان عندنا دعم كبير وأصلاً هذه الأفكار كيف كنا إحنا بناخد إحنا عندنا عبارة عن تقرير أسبوعي بناخد فيه كل ما ينشر في السوشال ميديا عندنا وكيف ردود الأفعال عن الناس تقرير بيترفع للمجلس التنسيقي في الأمانة إنه ردود أفعال الناس مع الأشياء التي بتعملها الأمانة واللي بنعملها على السوشال ميديا وأكثر شيء يشتكوا منه الناس وأكثر شيء يفضلون والناس مدينة جداً بيترفعوا منها بتنزل المبادرات تمام تمام ساد أحمد كيف الناس ممكن يكونوا أصدقاء جداً؟ ممكن يسجلوا عن طريق موقع أمانة جداً أصدقاء جداً الساكن جداً فيه اختيار اللي هو أصدقاء جداً ممكن تشارك مهندسنا فيه أه... أوكي ممكن الناس تشارك عن طريق موقع أمانة جداً موقع أمانة جداً فيه جوته أصدقاء جداً عبارة عن موقع بنعرض في نموذج للتسجيل كل صديق بيجي بيسجل معلومات معينة مطلوبة في هذا النموذج وبياخد رقم تطوعي أصدقاء جدة اللي بيسجلوا معانا عبر الموقع بناخدهم إحنا في دورات تدريبية عن التطوع ومظهوم التطوع وما هو التطوع وبعد كده كل المبادرة بنزلها بنفتح فيها تسجيل وبيترسل دعوات فإحنا كل حكاية أصدقاء جدة هذه بنشغلها إلكترونيا عن طريق موقع الأمانة والسوشال ميديا نتجلوا عن طريق النموذج ونتواصل معهم إلكترونيا حتى الشهادة بساعات التطوعية بتتحسب لهم إلكترونيا وبيقدروا يطبعوا شهادتهم في أي وقت عن طريق موقع أمانة جدة بالضبط إحنا نتمنى من الجميع بكل أفراد المجتمع و بكل مؤسسات المجتمع يكونوا أصدقاء لجدة وإذا حطنا يدنا كلنا بيد بعض وقررنا أن نعمل بيئة نظيفة نعيش فيها بسلام و بأجواء نظيفة و بيئة سليمة إحنا ممكن نعمل ذلك شيء مو غلط وأكيد وإحنا فاكينا المجال للأفراد كمتطوعين و للمجموعات واللي عنده فكرة مبادرة برضو عن طريق الموقع أو عن طريق السوشال ميديا الخاصة بالأمانة يقدر يتواصل معنا ويرسل لنا فكرة المبادرة وإحنا بنشوف المبادرة وندرسها داخليا مع دارات الأمانة وكذا وبعد كذا بتنظل على أرض الواقع أستاذ عروى وأستاذ أحمد شكرا تواجدكم بسيدتي وكل التوفيق لكم شكرا لكم إذا مشاهدي الكرام بعد هذه الفقرة ما زالت فقرات مسايدتي مستمرها لكن بعد هذه الفصل قصير اسمها نوف التقت أمها بعد عشرين سنة من الفراق اسمها شمس خدعها شاب متهور وأنقذها رجل صالح اسمها ندى أو وفاء لكل امرأة حكاية طموح أو دموع أو احتياج أو ظروف صعبة كيف نجعلها تتمسك بالأمل قصة السيدة الإنسانية تنقل لك حكاية واقع صعب وإصرار على بدايات جديدة في سيدتي بعد الفاصل كيف تحولين البكياج النهاري إلى مساء في ثلاث خطوات سريعة